محمد رمضان أفضل ممثل عن جعفر العمدة بحفل جوائز المسلسل الرمضانية اللي عملته كرياتف صمت نال محمد رمضان جيزة أفضل ممثل عن مسلسل جعفر العمدة بحفل جوائز المسلسل الرمضانية وغاب رمضان عن الحفل بسبب سفره خارج مصر واللي تسلم عنه الجيزة هو المخرج محمد سامي مخرج المسلسل محمد سامي مش بس هو المخرج ده كمان مؤلف المسلسل وشارك في السيناريو والحوار مع السيناريست مهاب طارق كرياتف صمت حرصت إن الحفل يتضمن عدة شرايح متنوعة في الصناعة الإبداعية من ممثلين ومؤلفين ومخرجين عملية التصويت تمت على مرحلتين والفائزين تم تحددهم من خلال تصويت الجمهور بس بهدف الشفافية المرحلة الأولى تم إطلاقها بالفعل لهدف اختيار أفضل الإعلانات الرمضانية والجيزة تمنح حسب تصويت الجمهور المفتوح سواء كانت في فئات فردية أو مجمعة بعد كده تم إطلاق المرحلة التانية في المسابقة وهي مرحلة خاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية علشان المشاهد يكون أخذ الفرصة كاملة إنه شاهد كل الأعمال الدرامية ويعطي وجهة نظر سليمة تماماً الفئات بقى اللي تم التصويت عليها شملت عدة جوايز خاصة بالمسلسلات تشمل أول حاجة أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة أفضل ممثل وممثلة وممثل دور تاني وممثل الدور تاني وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها الجيزة دي فرصة كبيرة قوي للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية أحداث مسلسل جعفر العمدة بتدور في إطار اجتماعي شعبي حوالين جعفر العمدة اللي هو محمد رمضان وهو شخص في العقد الرابع من عمره يعني عنده حوالي أربعين سنة وكان متزوج من ثلاث سيدات وعنده شركات للمأولات وبيدخل في صراعات عديدة بسبب شغله وبسبب حاجات تانية غير شغله لحد ما في الآخر بيقابل عيدة اللي هي زينة ويتعرف عليها وبتنشأ بينهم قصة حب مليانة بالمفاجآت الجمهور تفاعل مع المسلسل خلال حلقاته كلها بسبب القصة الأساسية اللي هي فقدان محمد رمضان لابنه سيف واختطافه من قبل مجهولين وإنه ما كانش عارف هو عايش ولا لأ لحد ما لقاه في الحلقات الأخيرة مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم الكبير محمد رمضان والنجمة الكبيرة هالة صدقي ومعاهم الفنانات زينة وإيمان العاصي ومي كساب ومنا فضالي والنجم اللي قام بدور ابن محمد رمضان أحمد داش ومعاهم عصام السقة وفريدة سيف النصر ومجدي بدر وأحمد فهيم وفتوح أحمد وسلو عثمان وجوري بكر وطارق النهري وأحمد عبد الله وإحسان التورك وضيف الشرف بيومي فؤاد وطبعا المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق الكل فعلا أجمع أن مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة كان أفضل مسلسل في الدراما التلفزيونية الرمضانية في رمضان عشرين تلاتة وعشرين اشتركوا في القناة